في كوريا بيقولوا لما بيبقى الواحد حزين ميروح يشتري خوبز دايما اي حد كوريا اعرفوا يقول انا حزين انا هروح اشتري خوبز زي الامثالي اللي بتبقى موجودة عندنا كده في البلاد بتاعتنا سواء كانت في القاهرة او في السعيد مصر وهكذا فانا النهاردة بقى كنت حزينة فعملت خوبز لأ حقيقي انا كنت محتاجة خوبز ما كانش عندي عيش خالص 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 في التلاجة اول مرة يحصل لي كده يعني من فترة طويلة وانا واحدة عاشقة خوبز لذلك جبت شوية دقيق كده كانوا عنتي في القاه اظهر اندول اخر حاجة وقلت بقى ايه ابدع في يوم هعمل معاكم نهاردة الخبز في ثلاث طرق من التسوية الخبز تقولوش في تشير يا ولاد هو كده زي ما هتشوفو هنحط حاجة بسيطة كده فيها هتنقل الخبز بتاعنا اول عيش ده ليه مكان تاني خالص خالص بص الخبز عامل زي مش مستحمل نفسه كده كمان عملت شوية على جنب كده محمصين كما لو اني في فبنادي جبت مياه سخنة يعني تحط فيها ايدك ما تتلسعيش نزلت عليها بالخميرة والسكر وهدويبهم مع بعض بشكل اللي انتو هتشوفوه خطوات بسيطة وبدائية اي حد يقدر يعملها يعني الخبز له صعب ولا بتاع كمان هنسويه في نص دقيقه تخيلي والله العظيم انا مش متخيل الدرك ده كان هيتحرق مني في نص دقيقه هنا تضيق نزلت علي بزره من الملح وقلبته هديكم مقادير شوية صغيرين وضعافه القيمية بقى زي ما انتو عايزين هنا بقى نزلت المعلقة من الزبدة المعلقة دي بقى فيها السر صدقوني نقلت الخبز في حتة تانية خالص تعمو كده تولوش في تشير هنا الخميرة كانت اشتغلت بقى كده نزلت عليها على الخبز اجمل حاجه في الخبز انك تعمل الخميرة الوحديها عشان تاخدي حاجه سريعه المياه زي ما قلتلكه سخنه 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 يا جماعه عشان الكله الخميرة العجينه تختمر بسرع تتضعب بسرع عشان ما فيه شوية تعايزين ننجز بدل ما نسخن الفرن ونرميها جوا شوية تسخن ولا الماكرويف لا خلاص كنت زي ما بحطها في المنشافه وهنا بقى هبتدي ازود السرعة شوية بشوية لحد ما لمي العجينه كلها حقيقي عايز ااكد تاني ان معلقة الزبدة اللي احنا اضفناها دي نقلت العيش لمكان تاني وخالص عايز اقول ان حد من الولادي تبارك الله عليك ان خارج برغفين والله العزين عملي زاله وقوم لسه اذا بقولش مصدق انتوا العيش بتاعي عجب كل الدرجة دي بيقولوا جميل اجمل من اللي احنا بنجيبه الجاهز بصوا العجينة عملة زيتمسي كها تنزل من ايدك كده معنى كده مش هي سايلة او مش مزبوطة او محتاجة دي لا هو كده عشان العجينة تبقى طريية فلافي تبقى جوا باقك وتحس بتعمها ويفضل طري لحد ما يخلص يعني من اول غيف لاخر يبصوا العجينة عملة زيتم لو حسيت ان هي بتلزق في ايدك يا دهيني مش كتير عشان العجينة ما تنشفش او ططش بسيط من الزيت وبرضو مش كتير زيت عشان العجينة ما تغمعش تمام بصوا العجينة كواما عامل ازاي طاري اوي 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 يعني لو انا مسكتها ورفعتها من فوق كده بتنزل في ايدايا يعني عجينة على مية يعني انا شكلي كده هروح اشتغل فروستران او الطالي عشان هما بيحبوا المخبوزات زينا عفوا هلم العجينة بقى كده واقول لها روح يا حبيبتي كده الله معاك ارتهي شو هي خدي بريك الحدي ما ايه الحجمة بتاعياتها الضعفة غطيها بلاستي كراب وحط عليها الفوطة وفي مكان دافي عشان هي هي اساسا سخنة من المية السخنة اللي احنا عجلناها بيها مية سخنة مش مية بتغلي ها عشان لو حد يكتب لي انا ايه لماية سخنة اليوم يقولون يعني سخنة ازاي يعني بتغلي وصلت لمرحلة الغاليان انتو لو وصلتوا قدامي عندي لمرحلة الغاليانة عفوا يعني بس انا عمل لكم ايه طبعا مش الناس اللي عارفيني البعض اللي بتعليقاتي اللي بتيجي ومش قصد يدي احد بس حقيقي انتو بتجننوني بجاد هنقطع بقى الخبز اي مقاس انتو عايزينه بيرحكوا انا كنت حبا مقاس ده حلوة قوي عشان انا يعني اخد واحد وبعارف انتو واحد انه في اللي وعايز اقول لكم حاجة بقى حاجة مهمة قوي عايز اقولوا انتو بتقطعوا العجين بلاش تفردوا بصوابع ايديكو تضغطوا عليه تضغطوا عليه بلاش الضغط ده يخلي ما يطلعش الفوق تمام فعايزكي بعد ما تقطعيه يعني انا كنت بضغط بالروحة بس بلاش تعملي زي عشان انا مش ضمنك هتعملي زي هتضغطي نفس الضغطة لان انا ضغطها ولا لا فاحسن حاجة تضغطي تفرديها بالبتاع بتاعت الفرد وتبقى سهلة بص العجينة عاملة زي الخبز الرغيف بصوا ده انا شكلي بقيت عاملة زي الفرانة بصوا عاملة زي خاطيرة بصوا جميلة زي ايوه هو ده اللي انا بحكي عليه افرديها كده اول ما توديها يمين فيش مال هتلاقيها بفردت ما بتاخد شي ثانية حرفيا هو ثانية بالشكل ده وعلى ايدك ما تخليش صوابعك تدخل جوه عشان لو تضغطي عليها في صوابع بتلزاق العجينة اللي فوق مع اللي تحت يجي الخبز ما يبقاش مرتفع ما يبقاش هاش في حاجة كمان عايز اقولك عليها عشان تعملي خبز منفوخ لازم تسيبيه يختمر يختمر لو ما اختمرش وتضغطي كمان عشان ما ينشافش ويعمل طبقة لو نشف عمل طبقة الخبز بتاعك هيبقى فيه طبقة ضراي من فوق وهيبقى شكله مش حلو بص الخبز عاملة ازاي ما علم انا والله يبص والله خطير تبارك هالله هنا بقى انا استخدمت اللي هو الصاجة دي او الجريل ده واستخدمت بتاعه كده اللي هي شبكة اللي بنغطي بيها اي اكل بس عايز اقول اني اول ما حطيتها على البتو جاز ونزلت البتو جاز كنت معاليه في الاول لاني اول مرة استخدم الشبك كده بصوا لو اني استخدم الجريل هتبتتي تضغطي عليه ضغطة بسيطة لو لقيت حتى فيه مش طالعة بس هو مجرد انك تحطيه بتلاقيه انتفخ بسرعة هنا عملت تكنيك لنفسي ان الخبز اللي انا هخبزه على الجريل او الطاصة على البتو جاز من برا هخليه فات شوية عشان يبقى حلو يبقى طاري تمام يبقى كأنه كده زي الخبز اللي هما فيه خبز بجيبه اللي هما مش عارفة لأي بلد بتعمله عشان انا بحب اغير ساعة اجيب الخبز العراقي وساعة اجيب الايراني بحي محترفين قوي في الخبز بتاعهم طاري وجميل جميل جدا فزلك حبيت اعملوا زيهم هنا دخلت الفرن على درجة حرار الربعمية مفيش عشر دقيق لقيته كده بيستغيث بيقولي انا ضان بشكل انتو شايفينه فقلت بقى اخلي شوية يتلسع من فوق يغض اللون البني عشان اخلي شوية ناشفين وشوية تريين دي البتاع اللي همالها اجيبلكو في اسمها البتاع الشبكة دي واسمها مش عايز يجي اول محطتها ما كملتش نوص ثانية ما كم امية يا والله يا ربي مفيش لقيتها طلعت كده ما عايز اقلبها طفيت الكاميرا عشان اقلبها ما معرفتش ما عرفتش اقلب وانا بصور في ثانية بول لقيت الرغيف ارتفع وهياخد لون هيعمل برني بقى قولت لا انا يعني ده انا احدانه النهار ده انا ما عمديش غير وبعدين انا مليش في حاجات ان انا اعمل كده يعني قلت لا ركزتي معاه شوية لانه ماخدش مني وقت خالص وبعدين لقيت نفسي عملتي السبت العصل ده او او الامر ده ومعاه بقى شوية دول وكان فيه شوية تاني في الصينية كنت حطاهم جنب السنك حقيقي ما كنتش عارفة اكلهم معي انا كنت عامل اعمل اكله بدون حاجة من طعمه حلو طعمه عارفيني يعني اسويت طعمه حلو لك بتاكلي فطير which one for what chicken the small one عافونا يا جماعة بنتي بتسأني واني واحدة عطا حوامل فيها لشيكين جاي تسأني وانا بعمل الفيديو هنا بقى بصوا بقى بصوا الفطير ده كان عندي بقى قلت اكله باللبنة زي اخوتنا كده اللبنانيين اللبنة اللي هي الزباجة صح يا الزباجة عندنا احنا المصريين نقول عليه الزباجة وقلت بقى يعني اروق على نفسي بعد المجهود ده والحقيقة عايزة اقول لكم اني ارفته كانت حلوة زي ما بيقولوا المصريين ما خدش وقت خالص المياه السخنة اللي عجلنا بها خالت العجينة تختمر بصرع هنا بقول لك ممكن تحط فيها فيل عايزة اواريكي كان نفسي يكون عندي فلافل بس حقيقي يعني ما كنتش لكي في اليوم ده ما كانش عندي بس انا فترتي بي الولاد فتروا بي تبارك الله الرغم من هما ملهمش يعني كتير او في المكبوزات انا اكتر واحدة في البيت بحب الخبز حتى ابو عالي بيأكل الخبز البراون بس هو انقاذني حقيقي وفرق معي في كمية في الطعم كنت مبسوطة ما خدش ميني وقت نهائي عايز اقلوكم اعملوه هسيب لكم مقدير جوا صندوق الوصف مش محتاجة غير شوية مية وشوية ومعلقتين سكر لو هتعمل الكامية بتاعتي هنا بقى ده انا خدت ده كأني باكل كده سناكس واعادت بقى يا الله بنتي جت هي كمان يعني انا كان كل حاجة ليه كانت بتحصل لي مفاجئات ان اتفاجئات بولادي بيسحبوا مني الحبز بيقولوني جميل جميل لذلك يعني قلت يلا انا ازلوكم الوصفة النهاردة عايز اقول انجوي تابعوني على قناتي دي قناتي التانية بنزل فيديو هنا وفيديو هناك بقولوكم تابعوني على الفيس واللي على الفيس يتابعني على اليوتيوب احتاجة دعوة كبيرة قوي من قلوبكم الجميلة بصوا الحبز ادي جميل كما لو خبز خبز فنادق زي ما بروح كده في الفندوق انجوي اشتركوا في القناة